استهداف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو العملاقة في محافظتي بقيق وخريص السعوديتين وتعطيل أكثر من خمسين بالمئة من إنتاج السعودية النفطي مثل تصعيداً لافتاً في الصراع الذي تشهده المنطقة وتغيراً نوعياً في الوسائل المستخدمة في هذا الصراع إعلان ميليشيا الحوثي في اليمن تنفيذها تلك الهجمات لم يعد يقنع أحداً فبالرغم من التسليح الإيراني الذي لم ينقطع عن تلك الميليشيات إلا أنها تبقى قاصرة عن القيام بمثل هذه العملية لأسباب فنية عديدة في حين أكدت واشنطن صراحة ضلوع إيران بالهجمات ونشرت صوراً تبين أن الضربات تمت بطائرات غير تلك التي يملكها الحوثيون كما أشار فريق تحقيق سعودي أمريكي إلى تعرض المنشآت النفطية لقصف بتسعة عشر صاروخ كروز شبكة ABC الأمريكية ذهبت إلى أبعد من ذلك حين نقلت عن أحد مستشاري ترام قوله إن إيران هي من أطلقت مجموعة من صواريخ كروز وأكثر من عشرين طائرة مسيرة من داخل أراضيها مستهدفة للمنشآت النفطية السعودية بينما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بممارسة دبلوماسية كاذبة من خلال تظاهر قادتها بالانخراط في الدبلوماسية بينما تقف وراء نحو مئة هجوم تعرضت له السعودية الحكومة في بغداد أدخلت نفسها في دائرة الاتهام بنفي انطلاق الهجمات من العراق وإعلانها في الوقت نفسه تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر تناقض مفهوم من حكومة لا تملك السيطرة على عشرات الميليشيات وتفتقد للقرار المستقل أمام الهيمنة الإيرانية بينما نقل موقع ميدل إيست آيل بريطاني عن مسؤول مخابرات عراقي قوله إن طائرات إيرانية نفذت الهجمات بعد انطلاقها من قواعد ميليشيات الحجد جنوبية العراق وليس من اليمن كما يشاع المسؤول أكد أن الهجمات كانت ردا على الغارات الصهيونية التي استهدفت معسكرات الحجد ورسالة مفادها بأن استمرار الحصار على طهران سيشعل المنطقة بوادر هذا الاشتعال ظهرت مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية التحرك العسكري ردا على الهجوم مؤكدا أن المجرم معروف لدى واشنطن التي تتأهب للرد لكنها تنتظر أن تسمع من الرياض عن من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم وتحت أي شروط سيكون التحرك شروط للتحرك هذا ما يقوله ترامب الذي يجب أن لا يعاول السعوديون كثيرا على تصريحاته بعد أن صعد من لهجته تجاه إيران مرارا دون اتخاذ أي خطوة فعلية لكبح جماحها لكن ترامب التاجر قد لا يجد بدا من التحرك إزاء الخطر غير المسبوق الذي بات يتهدد أكبر مصادر الطاقة في العالم بينما توسع إيران من دائرة عبثها في منطقة أضحى الدولها كالمستجير من الرمضاء بالناري